الفريق اسامى عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة الفريق اول كونستنتينوس فولوروس رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اليونانية والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية وكانت قد اجريت مرس مستقبل رسمية بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء العلاقات العسكرية المصرية اليونانية المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة لكل البلدين فضلا عن مناقشة عدد من الموضوعات في مجال الدفاع والامن والسلم من اجل مواجهة التحديات الامنية التي تواجه البلدين في منطقة الشرق الاوسط وشرق البحر المتوسط كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين لدعم علاقات التعاون في مجالات التدريب والتأهيل بما يمثل خطوة لدعم علاقات التعاون ونقل الخبرات بين القوات المسلحة لكل البلدين واكد رئيس اركان حرب القوات المسلحة ان التعاون العسكرية بين البلدين يهدف الى تشجيع السلام والاستقرار في المنطقة مشيرا الى ان مواجهة التحديات والتهديدات الامنية في منطقة الشرق الاوسط وشرق البحر المتوسط يتطلب التعاون المشترك والدائم فيما بين البلدين من جانبه اكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اليونانية على اهمية استمرار التنسيق بين مصر واليونان في المجال العسكري والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات معربا عن تطلعه لمزيد من التنسيق بما يلب المصالح المشتركة للجانبين في ضوء العلاقات الوطيضة بين مصر واليونان حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين والملحق العسكري اليوناني بالقاهرة